أثر انبعاثات الغازات الدفئة نحو حياد كربوني عنوان مؤتمر الاستدامة الثالث الذي يبحث أهمية تقليل التلوث والانبعاثات ومفهوم إزالة الكربون وصافي صفر انبعاثات الكربون وجهود سلطنة عمان في تحسين مؤشر الأداء البيئي حيث يأتي المؤتمر بتنظيم من مركز عمان للحوكمة والاستدامة بالتعاون مع مجموعة أوكيو هناك حلول عديدة حقيقة لتقليل من انبعاثات الغازات الدفئة وهو مثلا تحسين وسائل النقل أحد الحلول كذلك استخدام تقنية في استخراج النفط والغاز وأيضا التوعية المجتمعية للمجتمع بما يتعلق باستخدامهم للطاقة وأيضا فيما يتعلق بالحفاظ على البيئة كالتدوير وإعادة التدوير وأيضا التقليل من التلوث أيضا زراعة الأماكن التي فيها التصحر المؤتمر شارك فيه عدد من المتخصصين من داخل سلطنة عمان وخارجها لمناقشة إدارة وتقليل انبعاثات الغازات الدفئة والإبلاغ عنها واستعراض الحلول المقدمة من مؤسسات التمويل في الحياد الكربوني كما ركز المؤتمر على موضوع موازنة الكربون ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة هذه التحديات تتمثل الأولى هي التحديات التمويلية ولسيما في الظروف الدولية الحالية والأزمات الاقتصادية بأن عمليات خفض الإنبعاثات واستخدامات التكنولوجيا تحتاج إلى تمويل وهذا التمويل هو ليس بالقليل وفي نفس الوقت هناك التزام وفق الاتفاق باريس لتغير المناخ في المادة التسعة التي تلزم الدول المتقدمة على تقديم الدعم الفني والمالي والتقني للدول النامية لمساعدتها لخفض الإنبعاثات ومع ذلك حتى الآن ما زال هذا الدعم لا يحقق طموح الدول النامية في تحقيق هذه الالتزامات ويسعى المؤتمر إلى توضيح أبرز الوسائل الرامية والمعززة للوصول إلى الحياد الصفري بالإضافة إلى كشف الفرص والتحديات ووضع الحلول لها مع أصحاب الشأن والشركاء وتوعية أصحاب المؤسسات والأفراد والمجتمع بمفاهيم الاستدامة هناك أيضا كثير من برامج التوعية والتربية البيئية وأيضا مشاركة أفراد المجتمع بشكل عام في هذه الفعاليات والأنشطة والمؤتمرات التي تقام بخاصة فئة الشباب لأن التوعية أمر مهم جدا أنه إذا أدرك المجتمع وجود ظاهرة معينة وتفاعل معها يعني يساعد الجهود التي تقوم بها الجهات الحكومية والشركات القطاع الخاص في هذا الجانب ويعد المؤتمر الثالث حول الاستدامة فرصة لجميع المؤسسات في سلطانة عمان لإبراز دورها في مجال الطاقة النظيفة وفي مساهمتها في تقليل الانبعاثات الكربونية التي تؤثر سلبا على البيئة بالتزامن مع المرحلة المقبلة من رؤية عمان 2040 التي تمثل الطاقة النظيفة فيها ركيزة أساسية للوصول إلى الحياد الكربوني تدري على التعديم للعربات الهوضوية تدري على مدعات الإمام وتدري على المدعات الوصول إلى المخطر المترجم الى الغزيرة لتلك ليساعد مستخدم وليساعد كثيرا كل ما هي استخدم